السلام عليكم أستاذ الهاني مبدئا نشكولكم على مجهودكم الرائع في عملكم والذي تنفعون به الكثير الطريقة التي تستخدمون في بيع المنتجات الملموسة طريقة رائعة جدا جدا ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى موقع الالكتروني وتحتاج إلى عمل بيديوهات ومقالات وتحتاج إلى عملات إعلانية المقصد منها ترافيك دون أن نكسب أموال مبدئيا حتى نشر أنفسنا وحتى أن نستطيع أن نكسب ثقة العميل وهكذا ونقدم قيمة وهكذا الطريقة صحيحة 100% لكن ليس كلنا يستطيع أن يقوم بهذه الطريقة لأنه ليس كل المبتدئين يملكون المال حتى يستطيعون أن ينتظروا في عمل حملات إعلانية ثم لا يكسبون منها أموال ولا يجهزون أنفسهم للمستقبل ليس كلنا يملك المال لأعمال هذا لذلك أريد منكم طريقة لبيع المنتجات الملموسة بالطريقة المباشرة التي تربحنا أموال ولا حتى قليلة حتى أنا متنفس نستطيع أن نقوم بهذه الطريقة الأولى الصحيح السؤال الثاني هناك أشخاص يقومون ببيع المباشرة أن نعرفهم على مستوى الشخصي ولا يفعلون قيمة ولا يقومون بعمل موقع أترون ولا مقالات ولا بديوهات لكنهم يبقون بالطريقة المباشرة التقليدية جدا جدا ومع ذلك يربحون فكيف لهم أن يربحون بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين هاني حسين دوتكم السؤال 300 في أسك هاني أنا مش مصدق فعلا أنه إحنا صرنا عاملين 300 سؤال 300 شخص قاموا بسؤال قمنا بإجابته شيء رائع جدا بصراحة وإذا بدنا نأخذ منها أنا وأنتو بعض درس مهم اللي هو الاستمرارية يا جمعا استمرارية اعمل الإشي حتلاقي بعد فترة أنك عملته كثير طيب شكرا إليك أخي على سؤالك سؤالك حلو جدا أخونا بيتكلم عن إي كوميرس أخونا أعتقد بيتكلم عن طريقة لما قال طريقتي أصده الفيديو اللايف اللقاء الأخير اللي كان في برنامج البزنس بلاي بو لو لو أنتم مشتركين فيه حتشوفوا اللقاء الأخير كان السيشن رقم 6 موجود في منطقة الأعضاء في هاي السيشن أنا كلمته الناس عن الاستراتيجية الصح لو بدك تشتغل إي كوميرس كبيزنس حطوا تحت كبيزنس هاي 33 خط كبيزنس كيف تشتغلوها صح تمام؟ فجوابي لسؤالك أخي أنا أولا ما حكيت إنه ما فيش طريقة بتشتغل إلا طريقتي لأ أنا قولت إنه هاي الطريقة الصح اللي لو أنت بدك بزنس بدك براند بدك أنا شخص بدي أشتغل في الإي كوميرس بدي يكون إيلي براند إي كوميرس بدي يكون هذا شغلي خلص بدي أبيع منتجات إي كوميرس أنا بدي أكون زي أمازون زي سوق مش ضروري إزاي إزاي ما زلوا سوق بشهرتهم وأرباحهم لكن كمبدأ أنا شخص بدي فعلا أمسك البزنس براند إي كوميرس إذن طريقتي اللي تكلمت عنها بالفيديو طريقة أيوة هي الصح إنك تعملها تمام؟ هذا هو كان كلامي ما حكيت إنه الطريقة هاي صح وغيرها بلح غيرها مش حينفع لأ مش هيك كان كلامي صح؟ طيب هلا للناس اللي ما بيعرفوا طريقة هاي عبارة عن يعني إشي طبيعي مش إشي خطير يعني أصدر مش أنا اللي اخترعته يعني ببساطة منستخدم إي كوميرس كفنل نعمل فنل جوه الإي كوميرس ما نبيع كأنه متجر إفتروني عادي لأ نبيع كفنل وفنل يعني بدنا نعمل شوية أمور بحيث يكون فيه follow up ويكون فيه retargeting ويكون فيه upsell ويكون فيه downsell ويكون فيه استخدام الإيميلات وأشياء كتير هذا هو اللي تم شرحه في ذلك الفيديو طيب هلا بالنسبة لسؤالك يا هاني أنا ممكن جدا شخص ما بده بزنس شخص بده بده فلوس فعندي منتجات ملموسة بجيبها بدي أبيعها بسرعة وأخذ فلوس بسرعة ما بدي أعمل اللي انت بتحكيه اللي انت بتحكيه مشكلته بده وقته بده جهده بده فلوس وبده أدفع إعلانات وما أستنى أرباح سريعة أنا لأ بدي أدفع اليوم 100 دولار يجيني 120 وخلص وانتهينا أوكي حقك جدا خلونا نتكلم منطقيا شوي خلونا نتكلم منطقيا شوي وحجاوب أنا سؤالينك إيجابة واحدة مع شأنهم متعلقين بعض طيب هلا أشوف معي هلا فيه علشان تبيع إشي أونلاين سواء كان ملموس أو غير ملموس أو غيره علشان تبيع إشي أونلاين أنت أيوة الفكرة هي أنك تظهر هذا الشيء أمام أشخاص مهتمين بأعداد كبيرة بحيث أنه تضمن أنه هاي الأعداد الكبيرة نسبة صغيرة منهم يقولك أوكي أنا بدي المنتج فأنت تربح كتير هذا هو المبدأ تمام؟ مستحيل أنك تظهر منتجك أمام عشر أشخاص والعشر أشخاص يشتروا مية بالمية نسبة تحويل مستحيل عمرها ما صارت في التاريخ ولا حتصير وبالتالي المبدأ تبعنا هو أنه أنا بدي أظهر منتجي أمام عدد من الأشخاص نسبة منهم قليلة جدا أكيد أنا متأكد هاي النسبة هي اللي تجيب لي الفلوس اللي أنا بدي إياها بس نقطة انتهى إذن لو فكرنا في الموضوع بيجي عنا هنا عنصر ألا وهو كم العدد اللي بدنا نفرج منتجنا إله علشان تيجي النسبة المرضية اللي هي المربحة بالنسبة إلنا آه هنا السؤال الخطير طيب هذا العدد اللي إحنا بدنا نفرجيه كيف بدنا نحدده؟ بوساطة بتحدده عبر التستنج التجربة بدك تشوف أنا بدي أشوف كم العدد تمام؟ هلأ الإش الجميل إنه هذا الشيء اللي إحنا بنعمله إحنا مش أول ناس عملناه في التاريخ وبالتالي فيه داتا وفيه تجارب وفيه تستنج قبلينا عملوا ناس كتير وما زالوا بيعملوه فبالتالي إحنا ممكن نوخي تجاربهم ونبني عليها عشان ما نعملش هذا التستنج صح؟ طيب هلأ هاي التجارب إيش أثبتت؟ أثبتت إنه كلما الشخص شافك أكتر كلما احتمالية إنه يشتري أكتر صح؟ هاي منطق ما فيش حدا ممكن يعارضني في هالموضوع وبالتالي إذا أنت منتجك أول مرة أول مرة الناس تشوفه منك أنت كشخص صفحتك أول مرة ميت شخص شوفه طبيعيا إنك ما تلاقي ولا مبيعة مثلا عادي منطق يعني مش إشي مستغرب الناس كثير بيبعتولي مستغربين إنه ياهاني ميت واحد دخل منتجي ولا واحد اشتراه طيب عادي إيش يعني فهون الفكرة الفكرة إنه الناس هدول كم مرة شافوك يعني قانون الاحتمالات كم مرة شافوك مرة واحدة إذن طبيعي ما يشتري خصوصا لو منتجك عادي وهذا إشي مهم جدا الأفر المنتج اللي إنتك تعرضه أمام الناس هذا المنتج إيه جديد أديم موجود اختراع أول مرة الناس تشوفه في فكرة عادي منتج عادي موجود في الأسواق هاي الأشياء كلها بتأثر فلو منتجك كان عادي منتجك كان عادي وأول مرة الناس تشوفه إذن منطقيا إنه ما يشتروا يعني عادي لازم يشوفه مرتين وثلاثة وأربعة فإيش اللي بصير اللي بصير إنه الآن أنت بدك تبيع طريقة مباشرة عندك صفحة فيسبوك بدك تبيع فيها مباشرة زي ما الأشخاص اللي قتلي عنهم بسؤالك التاني بيعملوا إذن علشان أوصل لمبيعات كويسة إذن أنا بحاجة إني شو أعمل؟ إني أعمل تستين كتير يعني أجرب كتير صور أجرب كتير كلام أجرب كتير عنوين أجرب كتير استراتيجيات أيها مرة أعمل إنجيجمنت وأشوف هل في تفاعل وهل التفاعل هذا هيقلل نسبة الدفع اللي بدفعه وبالتالي ممكن أربح؟ طيب أجرب استراتيجية تاني هل أعمل الترافيك وأبعدهم على الاندي بير؟ أجرب استراتيجية تالتة هل أعمل مسنجر؟ أخلي الناس تعمل كليك وكلامنا يكون على المسنجر؟ أجرب السفير رابع وخامسة وسادسة لازم أظن أجرب وهنا المشكلة وهنا اللي أنا ما بحبه اللي هو التجارب لكتير التجارب لكتير مع وجود طريقة أسهل ليه أعمل هيك؟ تمام؟ لحد الآن أنت ماشي معاي صح؟ إذن اتفقنا إنه علشان خصوصا لو كان منتجنا عادي أنا بتكلم هاي مهمة جدا لو منتجنا عادي وأنا مش عارف أبيع مباشر لما أعمل عينات مباشرة بخسر إذن عندك مشكلة في التستنج لازم تضلك تجرب لازم تجرب صور كتير وفيديوهات كتير وكلام كتير عنوين كتير وستراتيجيات كتير لازم تضلك تجرب وخصوصا الاستهدافات تضلك تجرب أريد أن تستغرب جدا من الناس اللي بيعمل لي مثلا عمان العمر من 18 إلى 25 يلا شغل الإعلان هو هذا استهدافه متخيلين أنتوا يعني هو هذا استهدافه بعدين بيجي وقول لي ما فيش نتيجة طبعا انت بدك إعلانك يظهر لخمس مليون واحد صح؟ انت استهدافك اللي حاطه هيك خمس مليون واحد بدك يعانك يظهر لهم كلهم مستحيل إلا لو معاك ميتين ألف دولار تدفعهم ممكن يظهر لخمس مليون واحد ففهمين المبدأ تبعي؟ وبالتالي مش حضر لكل الناس إذن انت مش عارف الإعلان وصلنا مين؟ وبالتالي لما فيش تعمل تستنج عايش دك تعمل تستنج فلازم نجرب كتير لازم نجرب باستهدافنا كتير ما تحط لي يا عام أوكي أنا معك إنه لو اللي بتبيعه إشي عام حلو تحطه عام لكن مش عام بكمية كبيرة من الناس غلط غلط علشان بدك تجرب انت هيك خطرت أسلوب شنع شو عامل لك انت مختار الأسلوب هذا بدك تبيع مباشر ومنتجك عادي مفيش حل ارجع للقانون الأول لازم ناشفوك أكتر مفيش حل عشان عملت الشراء تكون أكتر تمام؟ هلا زي ما حكيت لك الاستراتيجيات الناس بعد ما صار الموضوع عندهم أصعب واعلان الفيسبوك صار أغلى وهي الأمور كلها صاروا يعملوا استراتيجيات فرجعوا للأساس اللي أنا بتكلم عليه اللي هو يشوفوك أكتر تعمل فولو أب اللي هي طريقة اللي انت بتحكي عنها فصاروا ألف استراتيجيات أوكي فيها شوية فولو أب وشوية الأمور أنا بحكيها لكن من غير ما يعملوا كل الأشياء الكبيرة اللي حكيتها وبالتالي ممكن يقول لك أنا ممكن أخليه يعمل يكتب كومنت أول ما يكتب كومنت يطلع له رسالة في المسنجر هذه الرسالة تحكي له تفاصيل أكتر عن المنتج وبسأله سؤال لما يجاوبني ببدأ أنا ويام محادثة وبالتالي الشخص هذا شافني وبعدين حكينا مع بعض على المسنجر إذن صار فيه عندنا احتمالية أكبر أنه يشتري فهي استراتيجية حلوة جدا لأنه صار فيها شوية من اللي أنا حكيته اللي هو فيه فولو أب فيها بداية فانيل تمام لكن من غير استخدام صفحات ولاندك بيجز وكذا فبدك تجرب هي هاي الفكرة هلأ المشكلة وإن المشكلة بطريقة البيع المباشر المشكلة إنه مثل هاي الاستراتيجية لو نجحت معك بعد أكم من شهر مش هتنجح فلازم تدور على تستينج جديد وستراتيج جديد للأسف أنا بحكي لك كل صراحة ليه؟ لأنه طريقة البيع غلط فطرما غلط ونجحت معحدة كل الناس هتفوت عليها فهتبطل تنجح لأنها هتصر عادي وهذا إشي طبيعي جدا مين الإشي اللي مستحيل يبطل أو مستحيل إنه يعني من كترة الناس يبطل يشتغل هو الأساس الأساس أساس التسويق والبيع صح؟ الأساس تبني براند يجي واحد يفوت عندك تبني custom audience تحقق له مرة تانية وكذا وكذا مثل ما بعمل سوق مثل ما بعمل أمازون هيك مستحيل يخلصه مستحيل يجي مرة ويقول لك لا 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 خلصت أمازون خلص مش هيبيع مستحيل لأنه ماشي على الأساس تمام؟ فهون المشكلة أخي الكريم المشكلة إنه أيوة ممكن تبيع لكن هل أنت أدهب؟ إذا أنت بتقول لي أنا ما بديش أدفع إعلانات علشان بدي أربح بسرعة طب أنت قادر إنك تعمل testing قادر تعمل هيك؟ قادر تعمل testing كتير واستهدفات كتير قادر تضل تجلب استراتيجيات ولما الاستراتيجية تخرب تدور على غيرها وتسويها تقدر تعمل هيك؟ إذا نعم توكل الله حلو جدا اعمل البيع المباشر منتجك عادي إذا تستم جرب منتجك فريد من نوعه الموضوع أسهل بكتير تجرب شوية إعلان وشوف موضوع أسهل بكتير لو منتجك فريد من نوعه وحلو ومرغوب يعني الناس تشوف تقول واو حلو تمام؟ طيب فبالنسبة لسؤالك أيوة بإمكانك تبيع طريقة مباشرة لكن الأفضل إنك تعمل الأساس والموضوع على فكرة مش محتاج كتير فلوس أو زي ما أنت نفكر landing page landing page حط فيها المنتج اللي أنت بتبيعه بالإعلان والناس لما تدخل امسكهم custom audience بعد شوي اعمل إعانات retargeting على نفس المنتج فالناس شافوك هاي مرتين ودخلوا عندك على الموقع يعني في في interactive حلو صح؟ في engagement يعني تدل على إنهم مهتمين هلأ بعدين اعمل أعطيهم خصومات على retargeting بعديها مثلا ممكن تزود الاستراتيجية وتعليها شوي بعد ما تربح شوية فلوس وتعمل تعمل مثلا إنك تمسك إيميلاتهم أول ما يدخلوا ممكن تعمل بعد ما يشتروا upsell بعديها downsell فالموضوع مش محتاج كتير فلوس عشان تعملوا بالطريقة اللي أنا شرحتها ماشي؟ بالنسبة لسؤالك التاني طبعا أنا أجبته كيف الناس بيعملوا زي ما حكيت لك بيعملوا testing كتير إلا لو كان منتجهم خرافي روعة ما فيش منه فريد من نوعه فالموضوع أسهل بكتير لكن لو المنتج عادي صدقني بيعملوا testing كتير بيصرفوا فلوس كتير على testing علشان يشوفوا في النهاية إيش التشكيلة اللي جابت لهم فلوس هاي الصورة مع هذا الكلام مع هاي الاستراتيجية اللي هي مثلا engagement أو messenger أو كذا هم هدول اللي جابوا فلوس فبيشتغلوا فيها هلأ شوية وحيبطل يشتغل صدقني حيبطل يشتغل لازم يدور على إش جديد والستراتيجية جديدة وهكذا 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 طيب أنا آسف طولت كتير بالإجابة شكرا إليك على سؤالك شكرا